مشاهدين الكرام على الجزيرة مباشر أهلاً وسهلاً بكم في هذه النافذة من بلدة برقين هذه البلدة الفلسطينية التي استشهد فيها شابين فلسطينيين من عائلة جرار قبل عامين من الآن وما زالت قوات الاحتلال تقوم بعملية احتجاز هذه الجثمين إضافة لخمسة وخمسين جثمان شهيد قد احتجزلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعوة أن هذه الجثمين ستكون من خلال عملية تبادل للأسرة في حال تطور هذا الملف مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في هذا المكان قبل عامين كما أشرنا حدث اشتباكاً مسلحاً ما بين أحمد إسماعيل جرار وأثناء مطاردة أحمد نصر جرار بتهمة تنفيذ عمليات في هذه الزاوية حدث الاشتباك وتمت عملية الاستشهاد في ذلك الوقت قامت قوات الجيش الإسرائيلي باحتجاز الجثمان ثم بعد ذلك بعد العملية بأسبوع تقريباً استشهد ابن عمه أحمد جرار أيضاً والذي احتجز أيضاً جثمان وهذه الصور توضح للمشاهدين من هما أحمد جرار بالإضافة إلى أحمد جرار أحمد سمير أبو عبيد استشهد أثناء عمليات الاقتحام بحجة أنه كان يلقي الحجارة أحمد نصر جرار اتهم بأنه قائد مجموعة عسكرية تابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام والتي قامت بتنفيذ عملية في منطقة شمال الضفة الغربية أحمد إسماعيل جرار وهو ابن عم أحمد نصر جرار والذي اتهم أيضاً من أنه من التكوين لهذه المجموعة ثلاثتهم استشهدوا قبل عامين من الآن حتى الساعة أحمد بالإضافة لأحمد ما زالوا محتجزين في ثلاجات الاحتلال هنا سنحاول كما يقال باللغة الفلسطينية أن نستقرأ ما هي القبور المحفورة هنا يحفر الفلسطينيون في هذا المكان قبر هؤلاء الجهزة لكي تكون عملية الدفن لكن حتى الساعة ما زالت الحفر قائمة وسنحاول أن نأخذ هذه الصور هنا في هذا المكان هذه الحفر ما زالت قائمة هنا حرص الأهل أن تكون هذه الحفر متجاورة للعلاقة التي تربط الشهيدين ببعضهما بالبضافة إلى وجود القبرين إلى جانب قبر الوالد من هو الوالد؟ وهو نصر خالد جرار أبو صهيب وهو أحد قادة المقاومة هنا في مدينة جنين هذا الشهيد استشهد عام 2002 وهو في منطقة بلدة طوباس حتى الساعة كبرى هنا الجثمان وما زال القبرين الآخرين ينتظران عملية الإفراج عن الجثمين المؤسسات طالبت بأن يكون هناك سرعة في الاستجابة لمطالب الأسر لإعادة دفنها في هذا الملف هنا نحاول دفنها في هذا المكان حتى يغلق هذا الملف وهو مسألة احتزاز الجثمين كما شاهدتم الآن في الصورة تكون لدينا 55 قبرا في الأراضي الفلسطينية ما زالت مفتوحة ويطالب أصحاب أو عائلات الشهداء بأن يعاد مرة أخرى تسليم جثمين الشهداء إذا اعتبرنا أن تكرار هذه الحالة في الحالة الفلسطينية بات موجعا على الجزيرة مباشر كنا قد خرجنا مع بعض العائلات الفلسطينية التي لها نفس الرواية لكن هذه المرة هذه العائلة مختلفة القبور مفتوحة والانتظار سيد الموقف نحاول أن نأخذ هنا العائلات يعطيك العافية خالتي أنت والدة أحمد نصر جرار أم شهيد وزوجة أيضا شهيد يعني عندما تنظرين إلى القبر مفتوحة يعني كيف هو الشهور؟ الحمد لله على كل حال ما زالت القبور تنتظر أصحابها يعني ألم شديد الواحد بيهدهش الواحد باله إلا تا يعني ربنا سبحان الله يعني بيهدهش بالنا إلا تا ندفنهم ونكرمهم ودفنهم لأنه الواحد يعني صعب أنه استشهدوا مشوفنا هم مش يعني خلص استشهدوا من هون قولنا استشهدوا يعني لحد الآن الواحد بتمنى أنه يدفن ابنه بدفن ابنه وبكرامة ومنشوفه بنودعه يعني ألم ألم يعني صحيح بس الحمد لله إن شاء الله صابرين وثابتين إن شاء الله يعني أحمد لو تعطي للسادة المشاهدين متى استشهدوا وكم كان عمره فيه؟ أحمد استشهدوا ستة اتنين ذكرى ميلادة وصالوا تقريبا يعني الشهر الجاي بيصير له سنتين يعني الحمد لله صابرين هذا من فضل رب العالمي إن كتر الناس برضو ما دعوا لنا إننا صابرين وثابتين يعني إشي مؤلم هو الصحيح بس الحمد لله يعني منتمنى إنه ربنا يكرمنا بدفنهم إن شاء الله ربنا هيك يثبتنا إن شاء الله وصبرنا والحمد لله يعني هذا أهم إشي إن الواحد ربنا صبره على فراق أبوه وأحمد الحمد لله الله يرضى عليك شقيقه يعني يحمل هذه الملابس ما هي الملابس هذه المخمولة؟ هاي استشهد فيها أحمد استشهد فيها في اليامون وجبنا علقناها عملنا له زاوية يعني الحمد لله إحنا كيف أحكي لك حاطة صورهم يعني هيك لأنهم بشعر إنهم موجودين لأن هيك السور وهي كرام من ربنا يعني مش أي حدا يعني الحمد لله بشعر إنهم موجودين الحمد لله بس ربنا إن شاء الله بكرمنا بدفنهم وهيك ونتريح بالنا يعني الواحد بهداش باله قبل ما يكون ربنا ندفنهم إن شاء الله يعني وإنت بتحتضني ملابس يعني ابنك الشهيد كيف هو الشعور؟ يعني الحمد لله ألم بس الحمد لله يعني إنه عارف وين هو أحمد وصابري إن شاء الله والحمد لله يعني أحكي لك إنه مش ألم بس الواحد يشوفه بتقلق بس الحمد لله أبد يصبر بده يصبر الواحد يعني الحمد لله وإن شاء الله إنه من الصابرين أنا يعني عديد أمهات شهداء التي يعني قابلناها عندما نقول للأم يعني ما هو شعور لأم تشعر أن ولدها داخل تلاجة كيف كيف هذا ممكن أنت تعبري عنه؟ إذا كان بالإمكان صورة أشهداء؟ الحمد لله إحنا بشعر إنه كيف يعني إنه الروح عند رب العالمين أنا هذا يعني الواحد إنه أبدنا الحمد لله إحنا عارف إبنه وين عارف إبنه وين في التلاجة هو التلاجة جسديا بس الحمد لله إنه يعني روحه يعني عند رب العالمين والحمد لله ماشاء الله أنا هذا المطم مني يعني نأخذ شقيق الشهيد أحمد إسماعيل أحمد استشهد في هذا المكان قبره أيضا حفرة في هذا المكان وأنت أيضا كنت في المعتقل يعني على هذه الخلفية أنتم كأسر يعني عندما تأتي تزور قبرا مفتوحا لشقيقك شو الشعور؟ طبعا لا شك إنه شعور أوش بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشهر في الخلق والمرسلين لا شك إنه عندما تفقد شخص قريب لك من منزلك من صحبتك من طفولتك تفقده بلحظة معينة في ساحات الكتال وصاحات الجهاد ضد العدو الصهيوني لا شك إنه هذا أمر نفتخر فيه ولكن ألم الفراق يعني لا لا نستطيع لا نستطيع أن نعبر عنه عندما يستشهد أخيك تخيل أخيك الوحيد وأنت لم تراه حتى هم منعوا أنك تراه وبالأخير نحفر إله كبر وبعدونا بالتسليم ومن ثم تم الاحتفاظ على موضوع الجثمان بحجة أنه قام بكتل عناصر مهمة من وحدة اليمام أو إلى آخر هواء الدعاهم لا شك إنه أمر يعني محزن ولكنه الذي يواسينا فيه أنه ضحى واستشهد فيه سبيل الله لا ونحن أبناؤنا بالتالي بالتالي كانوا وما زالوا أخوة كانوا فيه على هذه الأرض أخوة واستشهدوا أخوة فداءً لأنفسهم فداءً لفلسطين والكدس بالبعد الإنساني الأخوي يعني المطالبتكم لمن كي يتحرك لمسألة إعادة الجثمين من الثلجة توجهنا توجهنا إلى عدة جهات من ضمنها حتى آخر فترة توجهنا إلى مثلا المركز الشكاة ورفعنا قضايا محكمة ومحكمة أولياء وتم استئناف وبالأخير يعني لهم كرار كيان الصهيون لهم كرار يتوقعون أنهم يحرمون أمهاتهم وأهليهم مرؤيتهم ودفنهم يتوقعون أنهم من باب المعاقبة ولكن نحن الذين نقوله شهدائنا عند الله يرزكون أرواحهم في حواصل طير خضر ولكن أجسادهم والأجساد ستبقى في الطراب منها خلقنا وفيها وإليها نرجع وبالنسبة أن هذا المضوع لا شك أن الأمهات لا شك أننا الأباء الأخوة الأهل يريدون أن يطمئنوا قلوبهم وطأمنوا قلوبهم بدفن أبنائهم ولكن هذا قدر الله ولكن هذا صراع إلى يوم الدين إلى يوم الدين على هذه الأرض سأعود إليك سأخذ شقيق أحمد جرار أحمد نصر يعني أنتم احتفظتم بملابس ونتمنى إذا كان بالإمكان يعني تفتحهم احتفظتم بالملابس الشهيد ما السبب يعني أو ما هو الهدف من هذا الاحتفال طبعا هي ذكرة راح تكون يعني إلنا وذكرنا بشهدائنا وإنه مش راح ننساهم مصلا ذكرهم بالكلب إنهم أصلا ما راحوش إنه ما راحوش إلا من الأرض الفاني إلى جني أرضها السموات والأرض يعني احتفظتم بالكبور منذ عامين يعني ما هي الرسالة في هذا الاحتفال أيضا طبعا إحنا كبورهم مفتوحة ورح تظل مفتوحة عبا ما يتم دفنهم ونشوف أنهم ندفنوا مع أنه مش راح يغير إشي بس خلص الأم تتريح إش إلا تندفن ولادها قدامها نعود للأم أحمد يعني لوالد أحمد قصة أنتم قبرتوا يعني قبرتوا أجزاء منه بشكل متتالي يعني لو تتحدثي للمتابعين الكرام كم مرة فتح قابر الوالد سبحان الله هو كان بدعي إن شاء الله ربنا يعني أستشهد إربا إربا سبحان الله أول إش انقطعت أيدي وإجره ودفنناهم في اشتياح المخيم ردت انقطعت إجره التانية سبحان الله يوم استشهد أربعتاش تمانية في طباص أخذوا قوات الاحتلال يعني صار تدور على راس وإش ما بين إش يعني أخذوا جثته الفخدة هو طبعا يعني هو يعني أكتر من مرة أكتر أجزاء أجزاء كان أخذوا الفخدة ودل الراس عملوا للشباب الله يجزيهم الخير وبارك فيهم جنازة ودفننا بعد ما دفننا الاستشهد الأربعة هو طبعا الأربعة بالليل الخميس دفننا والحمد لله وبعدها يعني سلموا للسلطة الجزء الآخر كأنه هس مستشهد يعني سبحان الله كان يعني دم بنزل كأنه يعني هس مستشهد يعني والحمد لله يعني أبو صهايب عانى ونسجن على خمس عشر سنة تقريبا والطارد وتصاوب والحمد لله وكان صابر وما شاء الله عنه يعني بروح يعني بشوفوا كل وين وين قعدت حوالي ست أشهر ما شفتوش آخر فترة أجا عنا يعني كأنه توديق كان ودعنا وتاني يوم لهم بقولوا استشهد يعني أجا عند كنا بيتنا محدود وأجا ودعنا عند أجا شافنا عند المقبر صالنا ست أشهر مش شايفينه تاني يوم سبحان الله الله أكرم الشهادة الحمد لله يعني في ألم أنت كوالدة شهيد محتجز جثمانو ما هي رسالتك لمن توجيهنا الحمد لله إن شاء الله ربنا بكرمنا بدفنهم يعني أحكي لك يعني بدل الواحد هو ألم عنده أنه ابنه مش مدفون بس يعني سبحان الله إحنا بناشدنا يعني كتير يعني إن شاء الله يعني حقوق الإنسان وطبعا محاميين وقفنا وهيك يعني قال إنهم من دفنش أحمد لحد الآن بعده يعني بالثلاجات بالثلاجات بعده وبعرفش ابن عمه وإن شاء الله إحنا يعني متأملين إن ربنا يكرمنا وندفنه إذن مشاهدين الكرام هذه الصورة التي يمكن أن نشير إليها هنا نتحدث عن قبور مفتوحة عن أمال للأمهات والإخوة بالإضافة إلى عائلات الشهداء المحتجزة جثمينهم في ثلاجات الاحتلال بأن يتمثل هذا الحق من خلال عملية تسليم هذه الجثمين ودفنها هنا كنا معكم على الجزيرة مباشر من خلال هذه الإطلال من بلدة برقين التي استشهد فيها الأحمدين بالإضافة إلى بقاء القبور مفتوحة لانتظار جثامين الشهداء ودفنها إليكم في الدواء